السلام عليكم أهلي فيكم في فيديو جديد اليوم سأتكلم لكم عن السوفتير IOS 14 البيتا الثاني أو النسخة التجربية الثانية كيف انطباعي لها وكيف استخدامي مدة السبوع الآن طبعاً سأقوم بكم هذا الفيديو على 20 يوم الاثنين مثل ما نشوف فهو جولاي عشرين لأن المتوقع جولاي واحد وعشرين سينزل البيتا الثالث أو يمكن على نهاية السبوع هذا فأنا المتوقع أنه 21 يمكن 22 يشوف قدام فانطباعي لحق النسخة هذه ممتازة في أشياء كانت تواجهني في النسخة الغديمة إذا كنت بفتح الستوريج هنا يسوي الكراش وتكلمت عنه من قبل خصاً هنا لو ضغط عليه يسوي الكراش لكن الحين الحمد لله ما يسوي الكراش الأشياء حلوة ما أقول لكم مش حلوة لكن في بعض البرامج إلى الآن ما لها دعم في بعض البنوك خصاً في دول الخليج في بعض البرامج يعني حلوة في بعض البرامج ما دريش السالفة في الواتساب في الواتساب أذكر أنه يطلع لي هنا الوجتس حين تقل فما قدر أشوف أنا هنا من اللي أكلمني كل شيء لازم أفتح الجهاز أو أني أحط في الوجتس هناك في الجامب ففي أشياء كويسة في أشياء ترانزليت أوكي ممتاز لكن أحيانا يعلق عندي على حسب الشخص فأنا مسويت الضبط المصنع لحق الجهاز كل مرة أسوي له تثبيت حق النظام جريد الشيء اللي مش عاجبني بطارية في الواتساب ممتازة أفضل بكثير من AS14 إلى الآن فأتمنى في النسخة التجربية الثالثة لحق قبل تتعدلها أتمنى في النسخة التجربية الثالثة لحق قبل تنزل الوجتس لحق الساعة اللي تكلموا في المؤتمر ومنزلوها إلى الآن أتمنى شوي بالنسبة لي شوي الثقل اللي موجود في الجهاز يعني أحيانا أفتح سناب شات أنتظر ثوان يعني ما يفتح يذكرني كني نزل البيتة سناب شات الكاميرا أحيانا نتعلق إذا جيت أفتحها في شوي بطء في الاستخدام يعني فأتمنى المبروف هذي راح يكون البطارية مثل ما قلتكم هذا أقواشي اللي أتمنى تتعدل الأبل هنا على الآيفون 11 Pro Max أحيانا يكون مضبوط عندكم أحيانا على حسب الجهاز وعلى حسب الاستخدام وعلى حسب الأشياء اللي أنتوا تلاحظها يعني أنا الهلث يعني 95% يعتبر ممتاز نمشي الحال فمثل ما نشوف هنا وصلت يعني وصلت 100% قبل ساعتين فالآن 88 ففي نزول قوي خمس ساعات أو ست ساعات ما كان يعطيني كده كان يعطيني أكثر بكثير في النسخة فأتمنى أفضل تشوف حل لحق هذا وحل لحق سرعة النظام بالسرعة لازم أهم شيء معني أنا من نوع اللي قلتكم فرمت الجهاز كل مرة أطفي الجهاز كل يومين ثلاثة يام أطفي كامل وشاق الله يرتب الأشياء ذي فهذا الفيديو هذا كل شيء نتوذر نشوف النسخة الجريبية الثالثة راح يسوين أفضل فيها ففي نهاية الفيديو تنسوا الاشتراك بالغناة ونشر المقطع ومع لايك المقطع تريقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا الى مدعاكم وهو حسابي في سناب شات شارعوا بيضبطكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر